صحونا بالأمس على وقع فيروس جديد يدعى كورونا لنجد أنفسنا فجأة ودون سابق إنذار داخل ما يسمى بالحجر الصحي وفيما يبدو أننا مقبلون على نظام حياتي جديد ولعلها تكون فرصة سانحة لاستعادة أرواحنا التي أثقلتها أعباء الحياة المادية لعلها أيضا تكون فرصة لاستعادة أسرتنا وحلاقاتنا الاجتماعية كيف نستفيد من هذه المحنة وكيف نحولها إلى منحة هذا ما نناقشه في حلقة اليوم فابقوا معنا أسألوا أبل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين الأكارم نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء نستضيف فضيلة الدكتور خير الله طالب عضو أمناء المجلس الإسلامي السوري مرحبا بكم دكتور خير الله حياكم الله مرحبا بكم وبالساعدة المشاهدين والمشاهدات حياكم الله دكتور خير الله يعني كما أشرنا في المقدمة أننا استيقظنا بشكل مفاجئ على موضوع الحجر الصحي ويعني لم نكن سابقا قد تهيأنا لمثل هذا الآن في ظل هذه الأحداث كيف نحول هذه المحنة إلى منحة كيف نجعل منها سلما للنهوض فيما بعض ألسنا بحاجة إلى خطوات قبل ذلك لا شك أخي الكريم أستاذ محمد وأستاذ المشاهدين والمشاهدات نحن بحاجة في البداية إلى أن نتعرف على كيف نبدأ البداية تكون باستعادة التوازن لا ماشي بدون توازن الحركة بدون توازن حركة مختلة مرتبكة والمرتبك يعقد المشكلة ويزيد الصعوبات على نفسه طيب إذا أراد الإنسان أن يبعد الارتباك عليه أن يهدأ أن يطمئن أن يسكن أن يعلم أنه الآن أمام فرصة للهدوء وإذا أراد أن يأخذ فرصة الهدوء وهو الآن في داخل أسرته سينشأ له قلق آخر من أنه في داخل الأسرة سيرى مزعجات هذه المزعجات ستجعله يفكر في إصلاح أفراد الأسرة سيزداد له قلق آخر نريد أن نقول له يا أخي لا تشغل نفسك بالآخرين أشغل نفسك بنفسك إذا ذهب يشتغل بنفسه سينشأ له قلق ثالث وهو أنه يريد أن يصلح كل شيء دفع واحدة وسيسخط على نفسه وسيرى أنه أمام ذنوب ومشكلات وأخطاء نقول له لا عليك إن الله تواب وعليك أن تبدأ بالمحاسبة بهدوء فإهدأ ثم إهدأ ثم إهدأ هذه هي البداية الصحيحة للتعامل مع هذا الحدث دكتور يعني لو أردنا أن نتحدث بشكل عملي يعني نحن نقول له الآن إهدأ لكن هدأ ويعني كما يقال هدأ من روعه لكن هو الآن بحاجة إلى خطوات عملية ونقاط يستند عليها حتى ينهض فيما بعد نعم الخطوات العملية كثيرة والحلول متوفرة لكن الإشكال الأستاذ الكريم أنه قبل أن يبدأ الخطوات العملية يحتاج أن يكون أمام نفسية مستقرة هادئة وهذه النفسية المستقرة الهادئة كما ذكرت نحتاج أن يلتفت فيها إلى نفسه ليس إلى غيره وأن يعلم أنه أمام فرصة حتى يتأكد من أنه أمام فرصة هو يحتاج أن يوسع دائرة النظر إذا رأت أن يوسع دائرة النظر سيجد أنه في هذا الحدث أمام صورة مختلفة لن يستطيع أن يعرف هذه الصورة المختلفة حتى يتأكد من قضية غاية في الأهمية وهو أنه قبل أن يعمل أي شيء يحتاج أن يتهيأ قبل أن يذهب إلى الطبيب يحتاج أن يقتنع بالحاجة إلى الطبيب قبل أن يسوق خطوات عملية يحتاج أن يتأكد أن عنده مشكلات يحتاج إلى تصحيح قبل أن يلتفت إلى الآخرين عليها أن يتأكد أن البداية الصحيحة تكون من نفسه جميل دكتور جزاكم الله خيرا لكن السؤال هذه المحنة الآن ساوت بين الغني والفقير ساوت بين المسؤول والمواطن ساوت بين رب الأسرة وأصغر أفراد العائلة كيف تقرؤون هذه الزاوية من وجهة نظر إسلامية إنسانية؟ نعم يمكن هنا أن ننظر إلى مجموعة معاني مهمة وأساسية تساعد الإنسان أيضا على استعادة التوازن والهدوء النفسي أولا هذه الأزمة أبرزت لنا الحقائق كشفت الحقائق وإذا كشفت الحقائق أذهبت الأوهام من الأوهام أوهام السيطرة والمال والغناء والحركة تأتيك حقيقة القيود والضعف البشري وهنا يتذكر الإنسان مالك يوم الدين ويتذكر لمن الملك اليوم هذه ناحية الناحية الأخرى أيضا يتذكر ينتبه لوهم التمييز فيلتفت إلى المساواة التي جعلها الله عز وجل بين البشر وأنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى هنا يسقط من ذهن الإنسان كثير من العصبيات والحزبيات والفئويات التي عاشها الإنسان أوهام طويلة وفرقت بينه وبين إخوانه وبين بني الإنسان وجعلته لا يتعاون معهم ولا يلتفت لهم يعيش لوحده متقوقعا على ذاته معتدا بنفسه مغرورا بأوضاعه أيضا هناك لفتة أخرى وهو أن هذا الحدث يلفت نظرنا إلى عدد الفقراء المتزايد وحجم الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم وبالتالي نشأ عندنا احتياج أكثر ومساكين أكثر وفقراء أكثر وهنا تنشأ الحاجة إلى المساعدة والتضافر أيضا هذا يلفت نظرنا إلى العدل والإحسان مع بني الإنسان عموما إلا المعادي لأعداء البشرية والقتل المجرمين أما عموم بني الإنسان فهم بحاجة إلى عدل وإحسان كما ذكر الله عز وجل في صورة الممتحنة وهنا الإنسان ينتبه إلى مساعدة من حوله من مسلم وغير مسلم في هذه المحنة سواء في الإغاثة أو في العلاج ونحو ذلك نقطة أخيرة تستوقفنا هنا وهي أن الإنسان وهو يرى نفسه محكوما بقيود السيطرة والهيمن العالمية نقول له إن من يعمل يقود إن من يعمل يقود المشهد سيقود المشهد على المدى البعيد وهنا نلتفت أنه نشأت لنا فرصة ضخمة لأمة الإسلام والشعوب المسلمة المقهورة أنها إذا عملت بالطريقة الصحيحة ممتلئة بالأمل والتفاؤل فسوف تصل بإذن الله عز وجل إن لم يكن في هذا الجيل ففي أجيال تالية وما تتغير الشعوب بين يوم وليلة ولا بين عشية وضحاها دكتور أنتم تتحدثون عن الأمل والتفاؤل والإيجابية في اعتقادكم هل بدأنا الآن نلمس حقيقة تفاعلا أو تكافلا اجتماعيا فيما بين الناس في هذه نعم حصلت بفضل الله سبحانه وتعالى ثورة في عالم الإحسان وثورة أخرى في عالم التوعية والتوجيه وحصل نشاط بشري ويعني بين المجتمعات المسلمة نشاط توعوي تعليمي توجيهي تربوي حصل فورة أو انفجار هذا الحقيقة يحتاج أن يستمر فيه وأن يرشد حتى يبقى ويستمر ويكون بشكل أفضل لا شك أنه حصل مثل هذا كثير واليوم رغم الشدة والفقر وضيق العيش عند كثير من الناس إلا أن هؤلاء أيضا يفكرون في من صار عيشهم أضيق وحياتهم أصعب جميل دكتور هذا من ناحية التكافل الاجتماعي والتكاتف والتعاون من ناحية أخرى هناك الكثير من المشاكل بين الأسر بين العائلات وسنتحدث في الجزء الثاني من الحلقة عن موضوع استعادة الأسرة لكن أنا أتحدث الآن من ناحية العلاقات الاجتماعية هل تحسنت؟ يعني الآن ربما أصبح يعني بر الوالدين وصيلة الأقارب وصيلة الأرحام ربما صارت أصعب من جهة لكنها أتاحت وفتحت أبوابا أخرى للخير هل ترون في هذه المحنة أملا في إزالة المشاكل والعلاقات والأسر المتفككة؟ هل سنستغل هذه الفرصة ونحدث تغييرا على مستوى العلاقات مع الأفراد ومع الجيران والأقارب؟ العلاقات يعني لو لاحظنا حالنا قبل هذه الأزمة سنجد أن هناك ضجيج كبير في العلاقات في العالم وهذا الضجيج عبر وسائل التواصل الافتراضية وهو كان له مردود سلبي على العلاقات الاجتماعية القريبة لأنه نقل الإنسان إلى عالم افتراضي فيه قدر من الأوهام والتواصل مع أرجاء العالم وبالتالي أدى إلى تمزيق وتشتيت وإضعاف العلاقات القريبة فيجلس الإنسان بين أفراد أسرته وهو ليس معهم في الحقيقة معهم جسدا لا روحا هذه نقطة النقطة الأخرى المشكلة أن الإنسان لا يستطيع أن يقيم علاقات سليمة ومتينة وقوية حتى يكون هو إنسان قادر على إقامة هذه العلاقات يعني العلاقات تقوم بين طرفين أنا أحد الطرفين إذا لم أكن أنا جاهزا لإقامة علاقات متميزة ومتينة مع الطرف الآخر فلن تقوم هذه العلاقات حتى لو كان الطرف الثاني في حالة جيدة وممتازة نعم هو سيقوم من طرفه بواجبه لكن أنا سأكون عنصر الخلل في هذه العلاقة ولذلك نحن بحاجة إلى أن نعود مرة أخرى إلى الفرد وإلى نفسية الفرد وكيف يتعامل في هذه الأزمة وكيف يبرق الأمل في نفسه في هذه الأحوال لكن دكتور من أين نبدأ؟ كل يلقي باللائم على الآخر طيب إذا يعني لو سمحت لي أعود إلى قضية أن يبرق الأمل كيف يبرق الأمل؟ يعني أنا إنسان أريد أن أقيم علاقات قبل أن أقيم علاقات أنا الآن الضغوط الأسرية في داخل البيوت والضغوط الفردية وضغوط العمل وضغوط المعيشة تجعل الإنسان لا يعرف كيف يبدأ دعنا نقف عند نقطة أولية قبل البدء وهي التهيئة تهيئة النفس لأن تعمل وحتى تهيئة النفس لأن تعالج نفسها والتهيئة كذلك قبل التعامل مع المشكلة لا يحسن التعامل مع المشكلة إلا شخص مستقر طيب الاستقرار يحتاج إلى تفاؤل وأمل الأمل يحتاج إلى بوارق يحتاج إلى نوافذ يحتاج إلى أن ننتبه ونلتفت يمينا وشمالا فأول شيء أقوله للأخ المشاهد الكريم اكسر أسر اللحظة الراهنة ولا تغرق في لحظتك الآنية أخرج لأنك إذا بقيت سجينا ستيأس واليأس لا يصنع شيئا فهو إنسان سلبي غير قادر على العمل طيب فإذا النقطة الأولى اكسر واخرج من أسر اللحظة الراهنة النقطة الثانية إذا خرجت من هذه اللحظة ستنظر نظرة شمولية تنظر إلى جميع الجوانب إلى جميع أحوال الناس إلى البلدان إلى العالم تنظر إلى التاريخ والمستقبل تنظر إلى الفضاء والملكوت وخلق الله العظيم هنا يأتيك مفتاح ثالث وهو أنك تلمس وتدرك وتتذكر أن لهذا الخلق خالقا عظيما سبحانه وتعالى فتثق به وتطمئن وتستقر وتحسن الظن به وتسعد بالتأمل في ملكوته وفي آياته وفي كتابه هنا ستأتيك إشكالية الآلام والمتاعب والصعوبات ومنها الحبس في البيت هنا تتذكر أن هذا الرب كريم سيعطيك على المجاهدة سيثيبك على الصبر هو الآن يختبرك لتصارع الهوى حتى تصل إلى الهدى إذا وصلت إلى الهدى ستكون إنسانا إيجابيا غير أسير للحظة ينظر بشمولية يثق بالله ويثق بعاقبة الصبر والمجاهدة والتقوى مقابل الهوى جميل جزاكم الله خير دكتور لو انتقلنا إلى نقطة أخرى يعني بعيدا عن الطب والعلاج والوقاية الجسدية ألسنا كمسلمين الآن وفي هذه المراحل العصيبة ألسنا بحاجة إلى شيء من العلاج الإيماني والوقائي؟ بلى لا شك وهذا هو الأساس نحتاج إلى إشباع الروح إلى معالجة الروح إلى التعاطف مع الروح أرواحنا مسكينة في ظل هذه الحياة المادية الطاغية القاهرة الباغية التي حولت الإنسان إلى آلة إلى محرك أو مكينة جعلت الإنسان بلا مشاعر طغط على إرادته سلبته إرادته عبر هذه الأجهزة وأصبح هناك عوارض إدمان للتعامل مع الأدوات والأجهزة وتزداد يوما بيوم مع الناس وقد تزداد في هذه الأزمة إذا ذهبنا إلى الجانب المعنوي إلى جانب الروح نحتاج هنا مجموعة من المعالم المعلم الأول وأنت محبوس في أسرتك في هذا الواقع وتتواصل لا تفكر في تغيير أي شخص آخر لأن هذا الطريق طويل وصعب وعسير لماذا؟ لأنك أنت تعاني مع نفسك في تغييرها طيب تعال اذهب إلى القريب القريب هو نفسك هنا تأتي لتفهم نفسك تقرأ نفسك تقرأ عن فقه النفس وتذهب إلى كراسة فقه النفس تبحث عنها وتفهم نفسك حتى تكون مقدمة لإشباع روحك إذا أشبعت روحك ستشع روحك على من حولك تذهب بعد ذلك إلى خطوة أخرى وهي أن تفحص قلبك فحص قلب؟ نعم يعني الإنسان إذا علم أن عنده مشكلة في القلب يفزع إلى الأطباء ويهرع يا أخي لا ينجو عند الله إلا من جاء بقلب سليم القلب السليم هو الذي لا ينقسم وليس فيه إلا الله وكل الأمور تدور حول مركز واحد وهو التأله لله تعالى افحص القلب هل أنت تفرح بالطاعات كما تفرح بالشهوات والطعام والشراب واللذائد؟ هل تتنذذ بالصلاة مثل العصير البارد والأيس كريم؟ هل أنت تحزن إذا فاتتك العبادة؟ إذا نمت عن صلاة الفجر هل تحزن؟ هذه كلها من علامات صحة القلب عبادات القلب القلب يفرح ويحزن تحتاج أن تعرف هل هو يفرح للمسلمين ويتوجع للمظلومين أم هو يفرح لأصحاب القوة والطغيان الذين يستنفع منهم؟ يحتاج أن يختبر قلبه ويختبر أعمال القلب من الخشوع والرضا والإخلاص والتوكل الآن انتبه إلى نفسه دكتور خير الله لعلى من أعظم النعم الآن التي ألحظها أننا بدأنا نشعر بالكثير من النعم التي كانت بالنسبة لنا من البدهيات أصبحنا الآن نشعر بها حقيقة نعم لا شك بارك الله فيك أحسنت نحن الآن هذه فرصة كبيرة لأن نتوقف وهذا التوقف يلائم الهدوء ويلائم الطمأنينة وهنا أركز على نقطة مهمة جدا قد يراها بعض الناس سلبية لكنها إيجابية عالية انظر إليها بالعكس الصمت الصمت هذا يعطيك فرصة للتفكر في الملكوت للتأمل في النفس للتدبر في القرآن وهو أسرع طريق لمعالجة القلب إذا صمت دكتور خير الله لو تسمح لنا بفاصل ثم نواصل حديثنا معكم أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا وانتظرونا أهلا بكم مشاهدين في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر نرحب جديد بضيفنا الدكتور خير الله طالب عضو أمناء المجلس الإسلامي السوري مرحبا بكم مجددا دكتور خير الله كنا نتحدث عن النعمة الكبيرة التي بدأنا نشعر بها الآن وهي النعم الكثيرة التي كنا نتمتع بها إلا أننا الآن بدنا نشعر بها حقيقة في هذا الحجر الصحي نعم كنا وقفنا عند التفات الإنسان لنفسه ليغيرها قبل أن يغير نفس أي شخص آخر وأنه يريد أن يشبع روحه ويعالجها ويلملم جراحها ويعالج مشكلاتها يبدأ بقلبه وأعمال قلبه ويفحصها ويتأكد من سلامة القلب الذي ينجيه عند الله ويساعده على ذلك الصمت الإيجابي الصمت الناطق بالتفكر في عظمة الله والملكوت يشاهد مجرات الكون وآلائه وينظر إلى أفلام وثائقية حتى يتذكر هذا الخلق العظيم يعيش مع كتاب الله ويعالج نفسه ويصبرها ويتأكد أن بعده عن كتاب الله من علامات مرض القلب أيضا يصمت عن الشكوى لغير الله حتى ينفجر بالشكوى لله فيجيبه الله ويغيثه يسكت عن اللوم للآخرين يسكت عن الأماني الفارغة لا يفكر إلا في العلم والعمل وهنا أنتقل إلى شق آخر في حياة الإنسان الإيجابي في هذه الأزمة مع نفسه ومع أسرته هو الآن بعد أن عالج من الداخل يبدأ يعالج من الخارج أول ما يحتاجه يحتاج أن يتعلم كيف يعمل وأهم شيء اليوم أوصي به مسألة التخصص والذهب إلى مشروع شخصي يحبه الإنسان وله شغل فيه يذهب إليه ينمي نفسه سواء كان تخصصه الوظيفي أو الدراسي أو حتى اهتمامه الشخصي ينميه بعد ذلك بعد أن ينميه ويتعلم وهو ينميه ويتعلم يذهب يقرأ يوسع القراءة ويفعل بصمت وهدوء دعي الكلام عن الأمان والأحلام سأقرأ سأفعل اذهب وقرأ أنهي الكتاب الأول والثاني والثالث والعاشر والعشرين والمئة في مسح سريع ثم ابدأ التأليف في هذا الشيء الذي تخصصت فيه تأليف لنفسك كأنت لا تفكر في النشر ألف لنفسك اذهب إلى عاداتك فغيرها وفي كل هذا الطريق تصبر على نفسك تتقبل نفسك تتقبل أوضاع فنحن أمام شخص يتعلم ويعمل ويصبر بعد أن ركز على روحه وفحص قلبه وصمت طويلا حتى تنشط روحه لحياة جديدة جميل حياكم الله دكتور 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 على الصعيد النفسي الآن كيف نستفيد من هذه الأزمة تحدثنا عن الجانب الروحي تحدثنا بداية عن التهيئ النفسي والاستعداد والقيام بجردة حساب كما يقال انتقلنا فيما بعد إلى الجانب الروحي والإيماني الآن على الصعيد النفسي كيف نستعيد أنفسنا وذواتنا نعم كل النقاط التي سبقت أخي الكريم تساعد في استعادة النفس تحدثنا عن الروح والقلب والصمت تحدثنا عن التعلم والتعلم التخصصي وعن العمل وعن الصبر كلها في استعادة النفس هذه الاستعادة النفسية أحب أن تكون في أجواء الأسرة أجواء الأسرة التي يعيش الإنسان في داخلها الآن في وضع جديد هو يحتاج هنا الحقيقة أن يفكر في استعادة الأسرة كيف يمكن أن تكون نعم حياكم الله دكتور دكتور الآن رتمنا أوراقنا ععدنا حساباتنا قمنا بجردة الحساب كما يقال إلا أننا لم نضع أرجلنا على السلم بعد الآن نقف على أعتاب الأسرة كيف نستعيد الأسرة كل الحديث السابق يخدم استعادة الأسرة لماذا؟ لأننا إذا قلنا استعادة الأسرة فمن سيستعيدها؟ الأب قد يكون غير قادر قد يكون مشغول مهموم الأم قد تكون مسكين الآن غلقت بأعباء جديدة في الأسرة الأطفال لا يستطيعون الشباب يكادون ينفجرون من الحبس الفتيات بهمومهن طيب من يستعيد الأسرة؟ نعم هنا الآن نريد أن نفتش عن الشخص الذي يستعيد الأسرة أقدرش أخص على استعادة الأسرة هو القائد غير المتوج ما معنى قائد غير المتوج؟ يعني قائد ليس له تاج يعني هو قد لا يكون أب وقد لا يكون معترف به في الأسرة لكنه شخص يمتلك نفسية عالية وتصميم ضخم وقدرة نفسية على أن يبدأ هذا يمكن أن نسميه قائد غير المتوج هذا القائد غير المتوج عنده معياران معيار السعي ومعيار الوعي هو لن يسعى في استعادة الأسرة قبل أن يكون واعيا يعي بماذا؟ يعي أننا كنا ولازلنا أمام هجمة شرسة على الأسرة في العالم الأسرة المسلمة وغير المسلمة لأن المستبدين أعداء البشرية المستبدون أعداء البشرية المستبدون بمصالح الشعوب لا يستطيعون أن ينهبوا خيراتها وأن يسحقوها وأن يسكتوها وأن يكتموها وأن يتحكموا بمصالحها إلا إذا فتتوا الأسرة يفتتون الأسرة عبر العالم الافتراضي تفتيت الأسرة يحتاج أن نكون واعين أنه لا يستطيع أحد أن يفتت الأسرة إلا أن نعطيه نحن المعول بأيدينا وأول معول نعطيه بأيدينا لمن يريد تفتيت الأسرة هو أن لا يكون عندنا قائد في الأسرة سواء كان متوجا كأب أو أم أو غير متوج والمعول كذلك نعطيه للمفتت حينما نحن نخضع ونركن ونصبح سلبيين نتلقى فقط إذن علينا أن نعمل إذا وعينا بعد الوعي علينا السعي هذا الإنسان الساعي هو إنسان يعلم أن علاقات الأسرة عبادات يقوم بها الابتسامة عبادة تبسمك بوجه أخيك صدقة الإحسان الإكرام كله عبادات وهو يتعبد لله ويتعبد لله بأسرار بينه وبين الله لا يتعبد بهذه الخدمات ليتحدث بها وإنما أسرار بينه وبين الله هو يعيش جنة في قلبه سعيد جدا بكل ما يفعل في الأسرة وهو قائد غير متوج لا يعترف به ولا يشعر أحد بدوره وتتغير الأمور وهو يرى الأثر لكن يصمت لا يتكلم بأنه فعل وفعل وقال ورتب وإنما هو يعمل لله هو يعيش جنة في الدنيا قبل لا يعيش جنة الآخرة جميل دكتور هذه المقدمة لكن دعنا نبدأ بخطوات عملية لاستعادة الأسرة الخطوات العملية الخطوة الأولى لهذا القائد غير المتوج سواء كان أبا أو أما أو فتاة أو شابا صغيرا أو كبيرا هو أن يربط لسانه ليش يفتح أذنيه ليسمع هموم الجميع ومن يسمع هموم الجميع يمتلك ثقتهم استمع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم تحدثت معه أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها بحديث أم زرع التي تحدثت فيها عن نساء كثر جلسنا يتحدثنا عن أزواجهن والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث لم يقل إلا جملة واحدة في آخر الحديث قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلق يعني قصة طويلة جدا جدا ولا إلا جملة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم استمع هنا بعد أن تستمع طيب ماذا أفعل بث المشاعر والتعاطف والحب قل يا الله واضح أنك تعباني أفلاني واضح أنه والله أجهدك الله كم سهرتي وبدلتي يا أمي الله يا زوجتي كم تعبتي الله يا بنتي كم عانيت في هذا الموضوع في اختيار التخصص في الدراسة الله يا ابني كم عانيت من انقطاع الله يا ابني أنت الآن ساعتنا وفعلت الله يا ابني الصغير أنت ما عندك لعبة تلعب فيها ما عندي قدرة أشتري لك الله أنت حزين أشعرهم أنك فهمتهم أيضا بث التقدير والاحترام للصغير والكبير وكأنهم كلهم ملوك عامل أفراد أسرتك كأنهم ملوك طيب إذا كانوا ملوك الملوك يخدمون إذن دكتور هذه الخطوة الأولى هي الاستماع الخطوة الأولى هي الاستماع نعم مع الاستماع لا تقدم لا مقترحات ولا حلول ولا تنصرف بجوال ولا تفكر في عمل ولا تسرح ولا تشطح خليك معهم بقلبك وقالبك اللي شيء الذي تفعله أنك تظهر لهم التوجع وتشعرهم بأنك فهمت مشاعرهم ليس بالضرورة فهمت أفكارهم ليس بالضرورة أن تفهم أفكارهم ومشاكلهم لا المهم أن تفهم مشاعرهم وتؤكد لهم أنك فهمت المشاعر فتظهر لهم الحب والحنان والشفقة والتوجع وكأنك تتأمل في الحل لكن لا تطرح أي حل حذاري وأيضا عملهم بتقدير واحترام كأنهم ملوك طيب إذا صاروا ملوك هنا نأتي إلى خطوة ثالثة قم بخدمتهم قدم القهوة والشاي وساعد في المطبخ ورتب الغرفة والسرير لا تنتظر أحد يفعل افعل أنت بنفسك وبصمت ولن تستطيع أن تفعل حتى تكون مخلصا لله حتى تكون طويل النفس لا تستعجل النتائج اصبر وانتظر هذا التأثير لن يأتي إلى بعد أسابيع أو أشهر أو سنين لكن أحسن من أن لا يأتي أبدا فإذا نحن أمام شخص صامت خادم إذن دكتور هذه خطوات ثلاث ماذا بعد؟ طيب بعد هذه الخطوات الثلاث لما أشعت أنا الحب في البيت والتعاطف والتعاون والخدمة سيبدأ الناس يقلدونني يخدمون بعضهم طيب أنا الآن ألتفت الآن إلى أشغالي وأعمالي وذكرنا قبل قليل أن الشخص الإيجابي يتعلم هو الآن يتعلم يتخصص في فن يبدع في مشروع عنده موضوع يقدمه عشرات المرات عنده شيء يخترعه عنده موضوع يصممه عنده عمل يؤديه فهو الآن يعمل ويشيع التعاون سيحتاج من يساعده لا تطلب المساعدة الآن هم سيأتون يساعدونك لأنك خدمتهم سيخدمونك إذن الخطوة الأولى أن يشيع التعاون في البيت عبر تركيزه على عمله وتعاونه مع الآخرين وعلى أمل أنهم سيعاونوه لكن على أمل أهم وهو الأجر من الله عز وجل النقطة الثانية المهمة العملية أن يسعى مع الأسرة في صناعة هدف مشترك لكن سامحوني أقول أن الذهب إلى صناعة هدف مشترك هو قضية قد تكون صعبة في بعض الأسر قبل أن يكون هناك قائد غير متوج وقائد يعمل ولا ينتظر من أحد أي خدمة أو مساعدة إذا ربي يسر الأمور وتعجلت النتائج وبدأ الناس يستمعون لك بعد أن خدمتهم وأكرمتهم وشعرت بأوجاعهم هنا تبدأ تطرح عليهم طيب ما رأيكم أن نعمل عملا مشتركا قد يكون هدف المشترك مساعدة جيرانا قد يكون ترتيب البيت قد يكون هدف المشترك أن نتعلم الصمت جميعا قد يكون هدف المشترك تنظيم الوقت قد يكون هدف المشترك الاستعدال لرمضان قد يكون هدف المشترك أن نلاعب الصغار أي هدف أسري مشترك تبدأ معهم هذا هدف تلتم عليه الأسرة وتبدأ تفهم على بعضها وتفهم مشاعرها لساكم الله خيرا دكتور أحسن الله إليكم للأسف يعني لا تزالوا في جعوبتنا العديد من النقاط التي كنا نود الحديث عنها إلا أن الوقت كان أسرع وأمضى منا عسانا نتابع إن شاء الله في حلقات قادمة حول هذا الموضوع نشكر لكم حضوركم معنا في هذه الحلقة دكتور وأنتم أيضا أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم نذكركم أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم من خلال المنصات الظاهر على الشاشة أمامكم نستبدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسألوا أبل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر